بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة الغزوات نظم مغازي خير الورى صلى الله عليه وسلم العلامة الكبير أحمد البدوي المجلسي أشنقية المتوفة سنة 1220 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا رحمه الله ونفعنا بعلمه أمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن أرسل خير مرسلي صلى الله عليه وسلم لخير أمة بخير الملالي وأفضل الصلاة والسلام على لباب صفوة الأنام واله أفنان دوحة الشرف وصحبه والتابعي نعم السرف ما أرهفت وأرعفت يراع في مهرق ينابع البراع وجلجل الرعد وسحم زنه وهب شمال وما سوصنه وبعد فالعلم أهم ملهم تنافست فيه وخير مغتنم وخيره والعلم تسم ردبته من فضل ما دلت عليه سيرته فهاك منها نبذة ليست تميل ولم تكن بمعظم القصد تخل أرجوزة على عيون الأثار جل اعتماد نظمها في السيار وشد ما اشترأت في ذا الهدف إذ لم أكن أهلا لصوغ النتفي فكيف بالعقد لما كان انتثر عن كثرة وفي المهار قبذعر لكن تطفلت على بركاته وجاهه بنظم بعض السيرة لعلها بنظمها الهالا على من رامها نظما تكون أسهلا ولحضوره بكل ذهني عن ذكره بمضمر أستغني صلى الله عليه وسلم والله أسأل سداد النظري وعصمة الخاطر من ذا الخطر وأن يكون لي ولا علي وعند كل أحد مرضيا وأن يكون للثوابق قانصا لوجهه عز وجل خالصا لوجهه عز وجل خالصا مما يلبس به إبليس وللهواف طيه تدليس بجاه أفضل الورى محمد صلى عليه الله طول الأبد صلى الله عليه وسلم أول وزوة وزاها المصطفى والدان فالأبواء أوترد فثم بواط ثم بواط خرجوا لعير أمية بن خلف السفسير ثم العشيرة إلى عير أبي سفيان في ذهاب آل الأربي فبدر الأولى بإثر ناهي بصرح المدينة مغذ هاربي كرز بن جابر وبعد استنقذ لقاحهم ممن عليه استحوذ فبدر الكبرى لعير صخري آئبة من شأمياب الكثري واعتقبوا في ذلك المسير كل ثلاثة على بعير ولم يكونوا أوعبوا للحرب إذ ما غزوا لغير نهب الركبي وليس عندهم من السيوف غير ثمان للعدى حتوف ولا من الخيل سوى اثنتين وقد كفتهم أهبة التمكين واستنفر النفير صخر لهم وجاء خير مرسل ألبهم فأخبر الناس بهم ممتحن وقال سعد ما رأى وأحسن وكان من روية المقداد أن رضي السير إلى الغماد وعمال استقل جيش الحنف واستكثر الذي إليه زحف واستبقوا صخرا لبدر وانتح وأخذوا واردة وزحزح عنها النبي الضرب إذ قالهما واردة النفير واستفتاهما وعندما أمن صخر أرسل إلى النفير أن يؤوب قفلا ورد الأخناس المسود على حلف بني زورة وازداد عولا وابن هشام قال لا أو نريدا بدرا فننحرى ونرهب العدا فطاوعوه ومضوا بات بشر ما بات به بغات عن كفب وأصبحوا بوحالي ثبتهم وبات خير مرسلي بخير ليلة وأصبح على أثبت أرض للخطى وارتحلا فنزلوا أدنى المياه للعذا وغوروا جميعهن ما عذا قليبهم وجعلوا الأواني في لدول فهي لهم دواني وأقبلت بالخيالة والكبريا إلى المصارع الزحوف الأشقية لو طاوعوا عدبتا حكيما أو ابن وهب مرى أليما لكونهم إلى القفول أرشدوا من بعد ما أشهوا على ما وردوا وقال عمرو وبأن فيه شمخ ثانية سحروا عتبة تفخ واستنشد ابن الحضرامي الثأرى فحش حربا بينهم وشرا فقام للوليد نجل عتبة حيدرة وحمزة لشيبة نجل ربيعة وعدبة أخوه قام له عبيدة إذ رشحوا وقطعت قدمه واحتملوه وهو أسن الجيش فيما نقالوا وهو إذا أخذت في نعم النسب عبيدة بن الحارث بن المطلب وشهد المشهد ذا أخواه عن حصين والطفيل مشبهة وابن غازية سواد استنتلى من صفه ورام أن يعتدل نبينا فمسه في كشحه وقال إذ آلم مس قطحه أوجعتني نخسا فأعطيني القواد وجد في أن كان باشر الجسد وخفق النبي حين المعركة وفي عريشه رأى الملائكة على ثنى يجب رأيل النقع ولم يقاتل في سواه الجمع وقيل لم تقاتل الملائكة إذ ريشة منهم لقوم مهلكة لكنهم لعدد ومدد وطبلهم هناك طول الأبد وجاء أن جب رأيل يحضر من مات مؤمنا وقوم أنكر نزوله بعد رسول الله والحق أن ليس له تناهي ورقب الجمعين شخصان لكي ينتهب من مدبر الجمعين شيء فرأي الملكة وهو منطلق فانشق واحد ولا خلص عق وابن معاذ المبتن العريش وحارس النبي من قريش يكره إبقاء الأسار ويرى إهلاكهم أول قتل أجدر وهكذا عمرو كان وهي من موافقاته التي بعد تعن عن قتل آلهنها إذ خرجوا وفي خروجهم عليه حرجوا وعن أبي البختري إذ لم يؤذه وصك نبذهم سعى في نبذه وجاءه المجذر بن ذياد وقال عنك قد نها خير العباد فقال والزميل قال المصطفى لم ينها عن قتل الزميل الحنفى فقال والنخوة تأبى والإبى عن تركه إجبنا وحكم الضبى لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله وإذ نها عن قتل عمه هفأ أبو حذيفة وقال سخفا وكفرت هفوته الشهادة يوم اليمامة لها أراد وإذ رأاه المصطفى تضجرا من جر عبة أبي اعتذرا بأنه كان يرى أن أباه يحجزه عن متة السوء حجاه وإذ معاذ بن عمر بن الجموح أطنسا قبنه شام الطموح فطرح ابنه الهزبر عكرما عاتقه وجره في الملحمة ألصق خير مرسل فالتصق عاتقه لما عليه بصق فرعون رمت النبي وعرف بجحشه ركبته إذا اختفى بين الهوالك وكلم النبي جثاثة جثاثة هم موبخا للخشب وعين الناس المصارع التي أخبرهم بها مقيم الملة فحقق الله لهما وعد وأوهن الكفر وأيد الهدى لهم من الله كتاب سابق إذا كما شهدها منافق يوم لهما بعده في الكفر وقد أتى منوى في الذكر بأنه العذاب واللزام وأنه البطش والانتقام وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر سجيس الدهري بالأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحافي غيابي لطلحة ولسعيد أرسل للركب ينظراني أين نزل للركب ينظراني أين نزل والابن عفان والابن الصمة وابن جبير كسر عن همتي وابن عدين عاصم العجلان خلفه خير بني عدنان على العوالي وعلى المدينة أبال بابة الربيط الزين ثامنهم رد من الروحاء وهو ابن حاطب إلى قبائي وابن عميل مصعب المرى على شقيقه مستأسرا للفضل فحظهم أن شددوا إن له أم مالية تفك كبله وابن الربيع صهرواد الأمة في فداه زينب أرسلته بعقدها الذي به أهدتها له خديجة وزففتها صرحه بعقدها وعهد إليه أن يردها له غدا فردها وبعد ذاك تجر لنفسه وساكن أم القرى فانتهب الأصحاب عير القلبي فجاء واستجار بابنة النبي فصرحت ولم تجمج البتول بأن أجرته وأمضاه الرسول فرد ماله عليه أجمع تلك الصهارة بها يستشفع أوصى به من حيث لكرام ابنته لكنها أن تكون بعلته ومرتضى من بعد إسلام ابنته وكفره بقاءها في عصمته لو أنه يحل أو يحرم بمكة عنها الحليل يحسيم وسؤل الإيمان كي يحوز ملا قرش وبه يفوز فهب أن يبدأ بالخيانة إيمانه ويدع الأمان فرد لأهلها وأسلم وأبائه إلى قرش أسلم فرد إليه خير مرسلي بالعقد لولي على القول الجلي وأمها لت أخت صهرتي والمصطفى رضي عن صهارتي والمسلمون خيروا بين الفدى وقدرهم في قابل يستشهد وبين قتلهم فمالوا للفدى لأنه على القتال عضدا وأنه أدى إلى الشهادة وهي قصار الفوز والسعادة وهو بقدر وسعيم والممليق من خطه عشرة يحذق ومن مشاهل الأسار عمر نجلو أبي سفيان ثم الصهر والعم وابن أخويه وهما عقيل أوفل وبعد أسلم وخالد أخو أبي جهل وقد أسلم أيضا وسهيلون الأسد وسهيلون الأسد هو مكرز ركز في مركزه حتى أتى فدائه لعزي وابن أبين وأبو وداعا أول مفدي من الرباع وخالد بن الأعلم الذي افتخر فكان قبل كل هوهة عجر ومن مشاهل الممات حنظر منبه وصنه وابنان له وهم نبيه حارث والعاص أحد رهد غير ذي خلاص من مكة لكونه مستضعف في زعمه ويوم بدل زحف مع قراش وتوفى الظالم أنفسهم ملائك الملاحم وهم علي بن أمية الردي والحارث بن زمعة بن الأسوادي وابنان الفاكه والوليد وابنان الفاكه والوليد وأين هم من ابن المجيد سميه وأخوي فرعون شقيق نول الأم ذا قرهون سلامة العياش المستضعفين قاناة الاسن القادم طه الأمين صلى الله عليه وسلم واستشهدت ست من المهاجرين عبيدة المذكور في المبارز ثم عمير بن أبي وقاص وابن البكير عاقل الشاص وذو الشمالين ومهجاع عمر وذو الشمالين ومهجاع عمر صفوان وبيضاء الذي بهاشتار واثنان الأوس بن عبد المنذني مبشر سعد بن خيث ملجري وستة خزرجهم يزيد عفو معوذ أخوه الصيد حارثة وابن المعلى رافع ثم عمير بن الحمام النازع لربي وهو يقول أفما بيني وبين جنة إلا الحيما فأل سليم فأل قينقاع المتصدين إلى الخراع هم كشفوا إزارها عن مسلمة فهاجح حرب بينهم والمسلمة لو آمنت من يهود كلها زوها وعشرة تهتدوا لأجلها عادوا للإفساد فعاد الله وقينقاع العمه العزاه أول من غذر من يهود وابن أبين سأل القرود نبينا وهم أسار سطوته فأطلقوا وتردوا من طيبته ومنهم الشاهد عبد الله نجل سلام من العظيم جاه فغزوة السويق في إثر أبي فغزوة السويق في إثر أبي سفيان أنحرق نخل يثرب وغال نفسين وكان آلا لا يقرب النساء وينال وكان يلقي جوب السويق مخافة اللحوق في الطريق فسميت بذاك ثم بعدها قرقرة الكدر لقوم عندها وبعدها ذو أمر وغطفان وبعدها ذو أمال وغطفان كلاهما تدعى به وتستبان لغطفان وجموع ثعلب جمعها دعثور صاحب الضب وهو الذي وجد خير مرسلي يجف ثوبان له بمعزل فسلها وقال من يمنعك فصده جبريل عما انتهك وفيه أو في غورة أو النظير إذ هم قوم أنزلت على البشير وبعدها وزوة بحران إلى أم القرى أو لسليم الجهلا فأوحد بربحي لصخري تأهبوا ليتروا من بدري وخرجوا بيه ضوعن وهم جيموا ألوف وفيه زروع قيلة احتبسوا وقيل فيه انفرس تحت أبي بردات للنبي واخرى للنبي وقد رأى في نومه خير الأمم أن كان في ذباب سيفه ثلم وأنه أدخل في درع نيادة وبقرا يذبح أيضا وجده فالثلام العم وأما البقر يذبح فهو النفر المعفر من صحبه ودرعه الحصين أدخل فيها يده المدينة واستكره خير الورى فأخرجوه وبعدما استلأم فيها استثبطوا فراح نحو أحد وابتكرا وخام عنه ابن أبين وامترا وخام عنه ابن أبين وامترا واستل سيف رجل ذب فارس فقال شم سيفك والحرب افترس وكان لا يعتف إلا أنه يعجب الفرع إذا عن له ومر في طريقه بالحياث في أولو القم وكان راث أجاز أبناء يهن واستظار من دونهم الجيش ذال النمبر وقال من يأخذ هذا السيف بحقه فناله واستوفى أبود جانة وقال إذ مشى ومشيه من بغد جل حشى واستأصلوا أهل اللواء فانهزموا وشمرت عن سوقهن الحرم موالولاة إثرهم ورغيبا في المغنم الرمات حين استوربا وخالف الرمات أمر المصطفى بالصبر والثبات خلف الحنفى فتركوا ذورهم لخاليدي فكر راجعا بكل حاليدي وحالة الريح وذارة الراح وذاق من خالفه مشترح وصرخ الصارخ عمات النبي فارتهبوا لذاك كل الرهب وقال إذ ذلك لو كان لنا من دهش قائلهم فافتتنا ونجل مطعيم جبير إذ قتل حمزة عمه طعيمة احتفل لقتله بأن علي ذمر وحشيه يومئذ وحرر ودقه في شدقه ابن حرب فقال ذق عقق أي ذق حرب أبل بلا عن حسن القزمان وعلى الحفاظ فله الخسران وعكس الأصير ملمخر داله ليس له غير القتال عمل وثبتت مع النبي اثنى عشر بين مهاجر وبينما النصر منهم أبو دجانة وابن أبي وقاصر الذي افتداه بالأبي وطرحة وفيه شلت يده إذ اتقى النبل بها يصمده وتحته جلس أنجهضه درعه والجراح فاستنهضه ثبتت النسيبة المبايع قبل وعن خير الورى مدافعة وجرحت فيه وشلت يدها وللتبرك الورى تقصدها في حفرة وقع خير مرسلي فناشى وطرحة والصير علي إذ عبت هشر باعيته وشق من شقوته شفته وشجه ابن قمأة وابن شهاب صلى عليه لهم سح سحاب وازدرد الدم وازدرد الدم أبو الخدري وانتزع الحلقة في النبي أبو عبيدة فكان أثر بساقة الثنيتين أعلم بملء ذاقه من المهراس جاء ليشرب شفيع الناس حيضرة فعافوا ورحضوا عن وجهه الدم ففاز بالرضا قتادة ذو العين ردها النبي بقوسه وقد تشضضت حبي أولوا من عرفه فبشر به ابن مالك قريع الشعر فعوده وتساقطوا عليه ونهضوا للشعب إذ أبو إليه فبايعوا على الممات المشتبى صلى عليه الله ما هب الصبا وبعدما اطمأن في الشعب عالت عالية من فوقهم فأنزلت صلابهم وقعدوا وقعدوا ذران لما من الجراح أجهدا واستبدلت هند من اللآل قلائدا من آن في الرجال وطوقت وحشيها الفريدة وأدبرت تردد النشيدة نحن جذيناكم بيوم بدري والحرب بعد الحرب ذات سعري ما كان عنود بتلي من صبري ولا أخي وعمي ولا أخي وعمي وبكري كلا المجدعي وسعد المفتدى سأل رب العرش منهم أسدى ما المجدع فللشهادة وسعد الفتك به أراد وإذ أبوره من غفار ينحر بريقه في الحين قام مستامر واستشهد لذن قد تخلف لكبر فلحق وزحف هما حسيل اليمان أسلم حذيفة إذا أهلكته المسلمة وثابت بن وقش مستشهد أخوه وابنه وكل وتدو وابن الربيع سعد الذي سأل نبي عنه فألفيا على شفى الشهادة فأرسل الرضا إلى النبي بالسلام والرضا وذو الوصايا الجم للبشير وهو مخيريق بن النظير ومصعب الشماس والمجدع بحمزة المهاجرون أربعون حنظلة الغسيل نجل الفاسقي زوج جميلة بنت المنافقي أجنب منها فاستخفه القتال عن شقه وعن جميع الاغتسال وقال صخر إذ رأاه قتله شدادهم حنظرة بحنظرة واستشهد العرج عمر بن الجموح عن حياة المصطفى أبا الفتوح سأل صخر وانثنى يؤرد موعدكم بدر وقال الموعد وارتقبوا إني يجنبوا فهم قفل أو يسرجوا فهم لطيبة النسل وبأبين مر بعد ابن عمر وهو الذي رماه خالق البشر مسلسلا صديان فاستسقاه واستقي عنه ملك نهاه ومر أيضا بأبي جهل لدى بدر به أضر لاعج الصدى وبعد غزوة حمراء الأسد كانت لإرهاب صبيحة وحد وأمر النبي أن لا يخرج إلا الذي بالأمس كان خرجا ولابن عبد الله يجاب إن سمح بالغزو إذ لأخواته جنح بالأمس إذ قال أبوه يا بني ما كنت أثيرك بالغزو علي وفتك بجد عبد الملك لأمه سبطئ بالعاص الذكي هو الممثل بعم أحمد وبمعاوية يعرف الرادي وبالذي عليه قبل أشفق نبينا ثم ارتجى أن يطلق ثانية أن كان ذا بناتي وهو أبو عزة ذا الهنات ثم النظير وهاجه أن جاءهم مستوهبا من دية ما نابهم فأصعد أحدهم ليلقي عليه صخرة تريح الأغبية وأخبر ابن مشك من أن يخبر وزجر الرهط فلم ينزجر وجاء الخبر من رب السماء وفي حصالها العقار حرما والحش أنزلت بها ونقضا نجلؤ بين عهدهم ورفضا وفيقهم والفيق في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتال أما الغنيمة ففي زحاف والأخذ عنوة لدى الزحاف لخير مرسل وخاص فئاته وفي رضى أنصار عطيته كانت ترحم على الأنصار أن أثروا بي بن نزال وشاطرهم ما لهم نزلوا عن الحلائل لهم وأولوا من سنو مخيرا بين أثنتين ابن الربيع لابن عوف لماكن فتركوهن لهم تعفف فعفا ذك وذك أصرف ثم إلى محارب وثعل بهذات الرقاع ناهز المضاربة ولم يكن حرب وغورث جرى فيها له الذي لدعثور جرى مع النبي وعلي المعتمد مع النبي وعلى المعتمد مع النبي وعلى المعتمد جرت لواحد بلا تعدد ثم لمعاد ابن حرب بدر وكع عنها نجر حرب صخروا فدومة فدومة الجندل هاجهاز مر بدومة بدومة يظلمن به النمر ثم تلم أجلية يهود وأغرت صدورها الحقود وأغرت صدورها الحقود وحزبت عساكرا عيناجها إلى ابن حرب وقريش تاجها وجعلوا كي يتروا خير الوراء لغطفان نسوة مرخيبر خندق خير مرسل بأمري سلمان والحروب ذات مكري كم آية في حفري كالشبع من حفنة وسخلة للمجمع وكم بشارة لخير مرسلي من الفتوح تحت ضرب المعوال وكعب بن أسد إذ فتنه عن أهده حيي وأعطار سنة فغدرت قريضة لغدره يومئذ إذ هو أس نجري وأرسل السعدين خير مرسلي وابن رواحة لهم لينجري ما هم عليه فإذا هم عضلوا وصر خير الخلق ذاك الخذل قالت جنوب للشمال ننصر خير موسى في الخندق فقالت الشمال إن الحر لم تسر بالليل فذاك عر فأرسل الله الصبا والملكة فنصر نبيه في المعركة وغطفا نراما أن يخول ثلثة تم طيبة ليعدلوا وأنف السعدان من صلح النبي وحكم أحد شفار القضب معتب النجلو قشين قال وعادنا النبي وأننا لكنوز قيصر وكسر ونرى أحدنا اليوم يخاف المخترى أحدا اليوم يخاف المخترى ونوفر من طيشه ونزقه أو ثبطر فهو حفير خندق فوقع فيه وأعطى فديته إخوانه فاستوهبوه جثته فقال فيه أكرم البلية خبيث جيفة خبيث ديتي خبيث جيفة خبيث ديتي عمرو بن عبد ود إذ قام له حيدرة بسيفه خردله وفضج معهم نعيم الأشجاع وفضج معهم نعيم الأشجاع إذنما بينهم بكل مجمع وعندما إلى التشتت الزمر أجمع أمرهم دعا خير البشر من يأتي بالخبر عنهم يكوني غدا نفيقنا ومنهم يعمني فلم يقم إله غير ابن الليامان من شدة الظعر ومن برد الزمان وقال خير الخلق لن تغزوكم قريش بعد اليوم ولا زو لكم وشغل النبي زحف الخندق عن ظهره وعصره للشفق ثم قريضة إليها جبرايل ولم يضع سلاحه استدعى رعيل وقاده وزلزل الحصون وقاذف الرعب ولا يدرون واستذمر النبي خيل الله وعن صلاة العصر قامناه إلا بهم ولم يعب من أخر إلى عشاء إذ يراه اؤتمر وخير ابن أسد قريضته بين ثلاث وازدروا رويته أن يؤمنوا فيأمنوا فقد دروا في كبهم معنه إجاء أبوا أو يحصدوا النساء أو الصبيان فلم يخلوا خلفهم إنسانا أو يفتكوا في السبت إذ يأمنوهم جيش العرم رامي ولا يأبنوهم وضاقت الأرض بهم لرعبهم وجاهلوا كيف منكاية بهم واستنبأوا أبالوا بابة الخبر فرقى العهد الذي بهم غبر أن جأرت في وجهه الصبيان واستعطفت رحمته النسوان ففتنه وانتحى عن بلدي عصابه وشاط نحو المسجد فقام فيه برهة مرتبطة معذبا لنفسه مورطا فتاب من هفوته الله عليه وحله خير الأنام بيديه وحكم النبي فيهم سعد لاوس إذ غاضهم إطلاقوا عن كل بؤس لابن أبي حلفاء الخزرج وكان في التحكيم حسم الرجي وحملوا سعدا على حمار من المدينة المختار وعندما انتهى إلى الندي سوده خير بني لؤي على الجميع وعلى الأنصار لغيرهم عند بني نزار وراودت قوم أن يحكما بغير ما حكم فيهم فاحتمى لإدمهم خندق أفضل لؤي ومعهم في كل كربة حوية وعندما انتهى الحصار استشهد واهتز عرش الله حين بردا وخفا عشو على عظمتي إذ الملائكة من حمالتي إذ الملائكة من حمالتي ثم غزى لحيانة لحيانة جراء الرجيع فاحتضنوا بكل باذخ من يبعث الرجيع فاحتضنوا هكذا فاحتضنوا فاحتضنوا بكل باذخ من يبعث الرجيع ستة وعشرة لحيان لحيان حي منه ذي للغدرة والعدل والقارة ناجل الهوني والعدل والقارة ناجل الهوني ناجل هذي ما تنسع في الهوني وأربع بئر معونة الغرر ابن الطفيل عامر فيهم خفر أبابر إن وكل البعثين قد أرسل ليرشد للدين في بعض النسخ المنظومة في الحاشية في بعض النسخ زياد البيتين بعد هذا البيت وعامر استنجد رعلا ذكوان عصية فأنجدوا ذا الخسران جزاء ناجل بنتهم طعيمة وقد أتى ولم تعينه قومه هكذا انتهى إذن أبابر إن وكل البعثين قد أرسل ليرشد للدين فغزوة الغابة وهذو قرد قرد خرج في إث لقاحه وجد وناشهم سلامة ابن الأكوعي وهو يقول اليوم يوم الوضعي وفرض الهادي له سهمين سبقي الخيل على الرجلين واستنقذوا من ابن حصن عشرة وقسم النبي فيهم جزر وأقبلت امرأة الإفار قتيل نهب ابن المختال وهي على راحلة من ذي الإبل قد نذرت إهلاكها حين تصل ومره طريقه بالمالح بيان ذا اللقب غير صالح في بعض النسخ المضوع بيساني بساند اللقب غير الصالح فغير اسمه وغير الإله صفته وبعد ذلك اشترى طلحة بالفياض سماه النبي إذ قد تصدق به ليثري به فالطلحة خمسة سوى العالم فطلحة الجود ابن عمه الخضام وطلحة الخير وطلحة الندى الحسين وابن عوف أسند وطلحة الضراهم العتيق جد أبي بالعلاح حقيق سادس وطلحة الخزاع يجودهم كلا بلا نزاع في سنة وهب الفجارية فأولدت عفاته جواريا الف أولى من باسمه سمى الإما جميع لمثلها فهيئما وبعدها انتهبها الأولى انتهى لغاية الجهد وطيبة اشتعى فخرجوا وشربوا ألبانها ونبذوا اسمنوا أمانا فاقتص منهم النبي أمثلوا بعبده ومقلته سمنوا ثم المريسع أو المستلق كلاهما على الغزاة يطلقوا لم ينفلت منهم أنيس وسبا غير جال عشرة قد مهب أعمارهم وصبيت جويريا وهب السبيل لتدري وأسلموا بعد وفي من فسق أرسلوا الهادي لهم مصدق إن جاءكم فاسقون نزل وهم خزاعة مصطلق جد لهم وأفزعت ريح خيار الناتي فقال لابا سبع التعات فوجدوا كهف المنافقين رفاعة يومئذ دفين وهو النفاق في الشيوخ للشباب والخير كل الخير في عصر الشباب ووردت واردة العرم رمي فافتتنا الوالد في المزدحام فاستصرخ الأنصار فارت لهم لطمه من ناله معروفهم واستصرخ المهاجرين الذي كسر واستصرخ المهاجرين الذي كسر عصى النبي جهجاه عامل عمر وقال فيها ابن أبين منكرا وعاه زيد موقنا وممترا حلف الفاجر ما قال المقار وصدقته للمكانة رجال فأنزل الله لين رجعنا إلى المدينة لا يخرجن وعرك النبي إذن الواعي زيد بن عرق من ذي الاستماع أن شهد الله على المنافقين بالكاذب المحض وأولاه اليقين والإفك في قفولهم ونقل أن التيم وما بها قد أنزل ثم الحديبية ساق البدن معتمرا وما بحرب اعتنى ومن سوى المخلفين استنفر عمر من وصد عن أم القرى ومن ثنى بالجيش حتى قعا ساست عن مكة الناقة إذ حبست فاستنزل الناس ولا ما آلهم فاستنبطوا بالسهم ما أعلهم وعلهم أيضا بهذه الغزوة ما كان عن صبابة في ركوته وجمعوا له بقايا الزادي فخولوا من سوى المعتاد وكم قليل غير ذاك كثرة وكم قليب بالمعين فجرا وبايعوه بيعة الرضوان إذ قيل قد عدوا على عثمان وعقروا جم وعقروا جماله الثعلب إذ أرسله تحت الخزاعي المغذ وكان ممن بعثه يسترد نبينا مكرز عروة الحارد والحارثي المتأله الذي ولهم برد أحمد باذي ولم تزل بينهم المراجعة حتى أتى سهيلهم فاسترجع لولا نبي الرحمة الموفق للرجل في أرائه لمزقوا أسلم بعد عودي بالعظم أكثر ممن كان قبل أسلم وفسروا بذلك الفتح المبين وفيه ابقاء على المستضعفين وبعثوا جمال عمر بن هشام هديا وإن كان إلى البيت الحرام ونحر وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت وأغلظوا في الصلحات تأبرم ومنه ردوا من أتى مسلمة ومعالهم بعد ردهم وبال إذ أخذوا الطرق على صهب السبل وانتدبوا لقوله في الندب سيدي ماذا محش حربي واستعتقوا قيل الورى بالرحم في صرفهم إليه عن أرضهم وصورة الفتح لذي القفول أنزلها الله على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لخيبر ورشح النبي حيدرة وبالعقاب قد حبي وفاذ بالفتح وكانت الرس ببعب حصن لا يزح إذ رس وغلقات إلى سليل مسلمة لصنوي محمد وأسلمه وغالى مرحابا وقد حجر من يابس الصخر به تماغفارا وعامل بن أكوه استنشده خير الورى وقال إذن شده والله لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وإذ ترح مالي لانشاد عليه هلك من رجوع سيفه إلي واستشعى فروق وأن يستشهد وأقبل الهادي به باد بذا وقتلت تسعون من يهود واستشهدت يهن ولا مزيد ومر راجعا إلى وادي القرى فشاطرت يهود خير الورى صلى الله عليه وسلم وأهلك ولا موذى الشمد أغلى فهي عليه شعل ثم إلى الروم النبي استنفر بمؤتة جيشا عليه أمرا زاد من حارثة ثم جعفرا فابن رواحة ولأيان برا ورفعت للهاشمي المعركة فعين الذي آته وادركه ثم إلى الفتح الخزاعي إذا مر عشرة آلف فعز وانتصر وهو الذي تهللت لنصره سحابة ومن بلئه شعره يا رب إني ناشد محمدا علف أبينا وأبيه الأتلدا لدعوة النبي يخر الخبر عن مكة فلم يوري بجار وخاب صخل إذ أتى يرأب ما أثقاه غدر قومه فانفصما وحاطب ابن أبي والتعة أرسل إذ زحوفه شرعت إلى قريش رقعة مع مره إلى قريش رقعة مع مره فأودعتها قرنها تلك المره فأغبر الهادي بها فأرسل من جاءه كرهن بها وامتثل وللنبي عرض ابن عمته ونجل عمه عزيز فئته وعنهما عرض جر مأثم فاستشفع له بأم سلام وأقبل جنود صفوة الأمم أمام وحتى تنته إلى الحرم وضربت لهونك قبة أرضى بها الله وأرضى حزب أرضى بها الله وأرضى حزب فاحترم الحرم إذ هو الحرم محرم مؤمن من منهجم وحين حل بإزاع الحرم أمر أن يقد كل مسلمين نارا فأبصر أبو سفيان وكان يرتقب النيران فارتع فانسل إذن عم النبي فالتقى فجاب عن كثبي وزعم ابن قيس سيحفيد رجالهم خلته وأنشد إن يغلب اليوم فما لعله هذا سلاح كامل وأله وشهد المأزق فيه حطم رمز يب من قومه فنهزم وجاء فاستغلق بابه البتول فاستفهمته أينما كنت تقول فقال والفزع زعف ردمه إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلتنا بالسيوف المسلم وفاز من لاذ به واسترحمه يومئذ إذ هو يوم المرحمة كابن أبي صرح وزير الخلفاء وناخس البكريب بنت المصطفى وهلكت لنفسه وهلكت لنفسه وألقت ذا بطنها والبرحة من ولاقته بحرقه أمر ثم رجع لقتله والنرى عنه دفعه وبعدما أشفى على الإحراق تداركته رحمة الخلاق فعقنا الله بالإسلام دامه سبحانه من راح مما أرحم أحنا وأرأف من الأم وهكذا رسوله كان لنا صلى الله عليه وسلم يدخلنا الجنة إلا من شارد عنه وعن توحيده أبا وصد يقرب بالذراع أو بالباع للمد يقرب بالذراع أو بالباع للمد بشبر أو ذراع ومن أتى يمشي أتىه هرول فضعف الأجال وأجزل يضعف الأجال سبعمائة ففوق يؤجر بحسن نية من لطفه أن صحائف الذنوب وهي عظيمة تروع القلوب لا تزن التهليل في بطاقة كأنها الظفر في الدقاقة بسبه من سبه وأنسه نبينا أن عيروه نخسه صلى عليه الله ما أحلمه عن سيء الحب وما أكرمه وكأبي سفيان وابن عمته وكأبن عمي وأهل بكة واختلفوا فيها فقيلة أمنت والحق عنوة وكرها أخذت أخبر النبي بارئ نسا بقولهم يسكنوا بعد الحرم وبالذي قالوه إذ لم يرهق تداركت رحمة فأشفق وبالذي قالوه في المؤذن وبالذي به فضالة عنه وأخذ المفتاح ثم رده عن رغم قومه الذين عنده ثم إلى واجح حنين انحضر عن مكة من الألوف 12 فوجدوا أوازنا تأهبوا بكل مخرم لهم وألبوا وبينما الجشوا لم ينحذر بغالس شدوا إليه وهو غير فاستنفروا بهم لذلك الركاب وأدبرت تخديبهم غلب الرقاب واستنزلوا والدرع وهي تمر مر جام بالبهال لنفر فاقتحموا عنها وآبوا للنبي وزحزحوا عنه زحوف العربي فأرصى الله جوند الفرج وقبضة الترب قضت بالفرج وثبتت مع النبي طائفة من أهل بيته وممن أليف حيدرة والعمران وأبو سفيان جعفر ابنه المنتخب وعمه ربيعة العباس وفرله أسامة الأكياس وأيمن ابن أمه والعبد لي شيبة رام ودر خير مضري فصد وعمان وفضرب نبي في صدري فجذب ووقف السبي إلى أن رجع من طائف لعل أن يسترجع أعطى طايا شهدت بالكرم يومئذ لو لم تجمجم وكيف لا ومستمد سيبه من سيب رب ذي عناية به عطا عطايا أخجل الد الحديم إذ ملأت رحب الفضى من النعم زهاء ألفين ناقة منها وما ملأ بين جبلين غنم لرجل وبلهما لحلاقه منها ومن رقيقه ووريقه منها أفاد العم مناء به فهل منه عمه عن ثوبه وآكل الأنصار خير العالمين لدينهم إذ ألف المؤلفين فوجدوا عليهم منعهم فأرسل النبي من جمعهم وقال قولا كالفريد المونقي عن نظمه ضعف سلك منطقي وأدرك الفل بأوطاس السري عم أبي موسى الشجاع الأشعري وغال تسعة إخوة مبارزة وفرعش لدى المبارزة وإذ توى دواخهم حفيده وجاء بالفل وهم عبيده فلثقيف وهي في حصون بطائف أقبل من حنين فسألوا الكف عن قطع الكرم بالله والرحم فارتدوا الكرم فهابه والمنجني قضرب وسئل الدعاء عليهم فهاب ونوفل استشاره في أمره فقالهم كثعلب في جحره ثم لروم بتبوك استنفر لام أولو في العام عصر ومعهم لحربه ألب له غسان لخم وجذام عاملة وحضل أغني على الحملان ولك صدون مدى عثمان على باعل عشرة تعتقب وعزم طعم وعزم شرب يقتسم النفر تمرة ومن فرث الأباع لشراب قديع وقعد الباكون والمعذيرون وعسكرت فاربت المنافقون وقعد الثلاثة الذين تبع عليهم ربنا يقين كعب بن مالك مرارة الربيع وابن أمية هلال الرافيع وأبوى خيثمة وذرق اللحق وجاء أرض الحجر فذبع مياهه وأمر ألا يمر أحد كما يرى فعقه المخنوق فوق مذهبه ومن إن أتته به فأصبح الناس ولا ماء لهم فارسل الله سحابة تهم على تخلف بطيبة علي خص بسهمين بسهمه العلي وسهم جبريل وكان حضرا وبذل به النبي أمرا صلى الله عليه وسلم وقال إذا ظل رحلته مجرم ومقال فابتهته ونزأت يومئذ ونزأت يومئذ في مخشني وصحبه كنا نخوض فاعتني اللهم صلى الله عليه وسلم وبركة أمي محمد بعض الخلق فردنا سيجنة عشر وذلك كلاهي نجيم كل ضيق فأنت إلى هنا مولى الجميع وعبلي في المدية المستقر ونزق ثم فنبقي وغفر لي ولوالدي أو المشايخ والمسلمين آمين